النهاردة معنا الجزء التاني من او الحروف الصمتة الحروف المستخبية كده جوالكلمة ومنمطقهاش لو انت كنت لسه متفاجهش على الجزء الاول حتلاقيه في الفايل ديسكريبشن هتلاقيه في الدسكريبشن بتاحت يلا بي نبتدي مع بعض اول قاعدة معنا لما عندنا كلمات فيها ALF او ALM زي مثلا half يعني نص زي half اللي هو اللحمة بتاحت العجل العجل دوت اللي هو احمد هو العجل ده ابن البقرة ولا ابن الجاموسة دي معلومات عامة العجل في بطنم ال ALM في كلمات زي calm calm مفيش رسمها كلمة calm يعني اهدأ عندنا كمان كلمة palm 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 يعني راحة اليد اللي هي راحة اليد من هنا او palm اللي هي النخلة palm palm تاني قاعدة معنا لما ال M بيبقى جاي بعدها ال N ال N بتبقى silent ما بننطقاش في كلمات زي autumn يعني الخريف كمان column لو عمود زي الممترة عمود كده في الاخبار column column في كلمات زي condemn condemn لما تحب فعل يعني بمعنى يودين يودين عمل سيء وهكذا condemn مش condemn الكعدة على الرقم ثلاثة اللي ما بيجي W بعدها H دايما ال H بتبقى silent في كلمات زي white ابيض wheel عجلة اه طبعا عندنا اللي هي الاسئلة اللي بنسأل بيها ماذا لماذا امتى فين اللي هي what why where when طبعا احنا متعودين ننطقها he when he where he why he what انت فاهموا النطق ده غلط خالص ال H هنا silent okey what where when الموضوع ده طبعا ليه شوية استثنائيات بس ليلى جدا 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 زي هو مسلا هو يعني مين ال H هنا هي اللي بتتنطق مش ال W و اوكي و هكذا rule number 4 و انا ااسف لو بعملك كده في وشك بس اعوزك تصحصح معايا شوية القاعدة عراقمة مع بعلمية ببعندنا I-G-H A-W-U-G-H ساعتها L-G-H بتبقى silent زي ما اتفعنا في كلمات مسلا خلينا نبتدي بال I-G-H و دي ألاهوي يعني كلمات لها حصرة لها في الإنجلش كلمات كتير جدا يمكن دي اهم قاعدة فايت يسرع فلايت رحلة طيارون نايت بالليل او مساء صح كلمات كتير جدا زي ما قولنا كمان لما بجاءة بعدها جي ايتش الجي ايتش بتبقى والكلمات دي بتبقى اغلبها افعال تمام افعال في الماضي افعال شزز استغفروا ده العظيمة يعني احنا بنتكلم عليها في السلسلة بتاعت افعال زي يعني علم درس مسلا لحد يعني قبض على حد او لقت فات صارع اوكي اشترى جلب او احضر كل الافعال دي دايما ال جي ايتش فيها بتبقى لانها جاية بعد لما يبقى عندنا او الكلمات اللي بتبتدي اوكي اللي هو علم النفس زي اللي هو اسم مستعر يعني قلتها في فيديو قبل كده حمادة ماسودنم حمادة اوه مفيش كلمات كتير بتبتدي بس دي قاعدة لازم نقولها آخر قاعدة معنا النهاردة وهي لما الجي بيجي بعدها بتبقى في اول الكلام طبعا في كلمات زي يعني 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 شبح اوكي ام كده انت معاك ملحروف الصمتة ومعاك معاك حوالي اتناشر كعدة ولا حاجة يساعدك لعناك لو انت بجد فهمتهم حيفرق معاك جدا 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 وانت بتقرأ اخيرا انا بحاول افيدك لو انت عاوز توصلنا العدد اكبر share and like we thank you and wish you all the best انت فهم حنا يقولها من اول وجديد تاني عشان مكان شي عقباني نقولها من اول وجديد تاني شي عقباني